اشتركوا في القناة ينجح في طمأنة القوى السياسية بضمانات الانتخابات الرئاسية طبعا كان فيه اجتماع مبارح بين رئيس سعد مصر عدلي منصور وبين رؤساء الأحزاب السياسية اجتماع قعد فترة طويلة كل رؤساء الأحزاب طرحوا وجهة نظرهم في قانون الانتخابات كان الجدل حول تحصين قرارات اللجنة العالية للانتخابات نعم والرئيس عدلي منصور وضح أنه في 16 يعني جهة إدارية يمكن الطعن أمامها وده شيء يوازي مسألة التحصين أعتقد أنه الغالبية العزمة من حضروا لقاء رئيس بالأمس خرجوا مقتنعين تماما بمقاله وأعتقد أن هذه المشكلة حلت وعلشان كده أعتقد في تصريحات الوزارة التنمية المحلية بأنه موعد الانتخابات الرئاسية ربما يعلن يوم الأحد القادم إن شاء الله وده يؤكد أنه نحن ماشيين في قرارات الطريق بشكل جيد أجلس الدولة تستعد للانتخابات الرئاسية القانون انتهينا منه على المرشحين الاستعداد لمرحلة الحملات الانتخابية إن شاء الله تكون تجربة ديمقراطية جيدة مصر تفخر بها أمام العالم يا رب وهو ده كل مبنى تمناه الحقيقة الأخبار في الصفحة الأولى عودت مظاهرات طلاب الإخوان بالجامعات طبعا كان فيه مبارح في المنصورة وفي جامعة المنصورة جامعة القاهرة بعض المصادمات السيئة لازال طلاب الإخوان بيواصلوا ممارستهم السيئة في الجامعات وبصراحة الحكومة مدريتش تجد حل لتأمين عملية تعليمية في الجامعات أعتقد أن الممارسات دي بتأثر على سر العملية تعليمية طلاب دول بيأثروا على زميلهم بيأثروا على حياة الاستقرار اللي لازم تتمتع بها هذه الهيئات التعليمية عشان تقدر تقدم دورها عشان الطالب يبقى رايح يتعلم فقط وهو ده دور الجامعة تهيألي أنه يجب أن تنظر حكومة الآن إلى هذه المشكلة بنظرة مختلفة ويكون فيه كل القرارات التي تمكن الطلاب من أنهم يحصلوا على التعليم بتاعهم بشكل جيد يعني مسألة تأمين العملية التعليمية داخل الجامعة مسألة صعبة ولازم نحلها من دلوقتي لأنها هتواجهنا في الموسم القادم وما بعد القادم إذا كنا بنرى دلوقتي أن الحرص الجامعي هناك ضرورة في عودته لأننا اتخذ القرار ويكون ده في مصلحة طلابنا مش معقول قلة قليلة تؤثر على الكثير خاصة أنه الطلاب محتاجين لتركيز عالي جدا في الترم التاني لأنه أجازة نص سنة كانت وقتها طويل جدا طبعا أنه بعدين مضغوطين جدا في المناهج في الفترة القادمة فهي دي فترة التركيز إذا كنا حتى مش هنسمح لهم يعني أنهم يركزوا في الشهرين المتبقيين عشان يقدروا يعوضوا مفاتهم إذن دي مؤمر على العملية التعليمية وده شيء خطر جدا وخطير بيأثر على الطلاب بيأثر على يعني ملايين الطلاب يجب الحكومة تتدخل فورا وتجد حل حاسم وفاصل في هذه المسألة مخابرات عربية كشفت لمصر عن مخطط دولي لإفشال السيسي ده الخبر الرئيسي في جريدة الوطن نهاردة نعم في الصفحة الأولى وأعتقد أنه فيه طبعا تعاون بين أجلس المخابرات العربية وطبعا مش غريب أنه نجد أنه في بعض الجاتة الدولية بتتأمر على مصر بتأمر على المشير السيسي خصوصا أن مصر بتاخده خطوات سابتة في خريطة الطريق ده شيء طبيعي وأنا طبعا بأسمن التكاتف العربي مع مصر في كل المجالات مش بس مجال تداول معلومات المخابراتية في المجال الاقتصادي وفي مجالات عدة ده الوقت اللازم العرب يقفوا مع بعض ومع الأخت الكبرى مصر في هذه المرحلة الرهنة وده شيء طبيعي جدا وطبعا إن شاء الله كل مخططات إفشال مصر وإفشال الفريق السيسي سوف المشير السيسي سوف تفشل بإذن الله ومش هيكون فيها أي تأثير سالب إن شاء الله المصر اليوم في الصفحة الأولى أيضا مصادر الهيئة الهندسية تشرف على تنفيذ برنامج الانتخابي للسيسي لا هو الخبر ده غير صحيح على الإطلاق الهيئة الهندسية لا تشرف على تنفيذ البرنامج الانتخابي للفريق السيسي والمتحدث العسكري نفى هذا الخبر في بيانة رسمية أصدره أمس مساء طبعا بعد صدور المصر اليوم بعد الطبع الجريدة يعني وطلب من وسائل لم تحرد دقة فيما تنشره عن المؤسسة العسكرية وأكد على أنه دور المؤسسة العسكرية إذا كانت هي بتؤدي أدوار مدنية في دعم الدولة وفي البناء والتنمية ده مش معناه أنها بتشارك في برنامج انتخابي المؤسسات العسكرية ليس لها أي دور سياسي ده اللي أكده المتحدث في البيان اللي نفى فيه هذا الخبر جملة وتفصيلا بالأمس وزير المالية 5% دريبة استثنائية على الأغنياء لمدة ثلاث سنوات طبعا إحنا محتاجين في أمس الحاجة إلى قانون ضريب جديد يحقق العدالة والمسألة لا يجب أن تكون مجتزئة وإن إحنا نفكر في أن إحنا نرصد الأغنياء وناخد منهم 5% المفروض أن إحنا نعد لقانون ضريبي يحقق لنا عدالة ضريبية ويحقق نوع من التوازن ويحقق حصيلة ضريبية جيدة تقدر تساهم في سد العجز اللي بيظهر كل سنة في الموازنة العامة واللي بينتج عنه تراكم في الدين الداخلي والخارجي إحنا محتاجين نظام ضريبي متطور محتاجين قانون ضريبي جديد يتناسب مع المرحلة المقبلة من عمر مصر لازم يطيقين فكر في دا دلوقتي ويكون دا همنا ما تبقىش المسألة مجتزئة إن أنا بس عايزة ألم فلوس وخلاص والأساس في تحصيل الضريبة وده شيء مهم جدا مش المهم إن أنا أفرض قانون أو أقر قانون المسألة إزاي هتطبق القانون دا وإزاي هزود الحصيلة الضريبية المسألة فيها إن أنا أزود الوعي عند الناس بضرورة أداء الضريبة والناس تحس إنه أداءهم للضريبة للدولة دا جزء من الوطنية يعني دا عمل وطني جيد إنه أنت بتدفع ما عليك علشان الدولة تقدر تقدم خدمتها بشكل جيد وما يبقاش فيه هناك عجز في الموازنة لإنه يحصل عجز في الموازنة اللي يدفع تمن هذا العجز هو المواطن محتاجين قانون ضريبي يحقق عدالة يبتعد عن الفقراء لأنهم مش مستحملين أكتر من كده أعباء يقدر ياخد بشكل جيد ومتوازن بما لا يخل بنظام المالي للأسر المصرية وفي نفس الوقت نقدر نشجع الناس أنها تروح تدفع الضريبة من تلقاء نفسها كما يقرر القانون الآن في كل المجالات وفي كل الشرائح نقدر نعمل حاصيلة ضريبية جيدا قال العجز الموازنة بتاعنا لإحنا في أمس الحاجة لتقليله لأنه المتراكم منه دلوقتي يبقى حوالي 1600 مليار جنيه دا رقم كبير جدا 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 الأخبار في صفح الأولى زيادة معاشات الضمان والعجز والشيخوخة والوفاء الشهر القاضي تخبر جيد جدا أزمة في المعاشات الحقيقة معاشة الضمان الاجتماعي دا شيء مهم جدا لأنه بيصرف إلى فئة مطحونة جدا وفئة غير قادرة على تواجد أي دخل بالضبط وأنا متعجب أنه دلوقتي معاشة الضمان الاجتماعي 323 جنيه أنا مش فاهم إزاي أسرة تقدر تعيش بـ 323 جنيه في الشهر يعني أنا مش شايف أن هذا المعاش يعني أنا شايفه عبء على الدولة شايفه مصروف بلا قيمة أنا بدي واحد 323 جنيه يعمل بيهم إيه يعني يعمل بيهم إيه يعيش بيهم كام يوم دولة 323 جنيه فلازم يعاد صياغة نظام الضمان الاجتماعي تماما دلوقتي ده وقت إعادة صياغة القوانين ده وقت إعادة صياغة برامج الضمان والحماية للمواطنين بالذات الفقراء اللي إحنا عندنا منهم شريحة كبيرة في المجتمع المصري ده مهم جدا خاصة كمان أستاذ وليد أن الحقيقة طرح بشكل كبير جدا وأفتكري أن دي فكرة جيدة جدا أنه مش بس نزود المعاشات إنه كمان نوفر لأصحاب المعاشات الكثير من الخدمات خدمات تأمين صحي خدمات أخرى يعني من حقهم أنهم يكونوا الحقيقة بيتمتعوا بيها وعلى مستوى جيد أعتقد يعني دي حقيقة مش عايزين نسمع بعد شهر أن معاشة ضمان الاجتماعي زاد من 323 جنيه بقى 375 جنيه وده خبر كوميدي جدا حاجة كوميدي جدا حقيقي معاشة ضمان الاجتماعي شيء مهم جدا وبيعمق الشعور بالوطنية لدى قطاع كبير جدا من أبناء الشعب وده إحنا الحقيقي في أمسل حاجة إليه وهو زي ما حالتك كنت بتقول إن إحنا نعمق الشعور الوطنية وإن إحنا نبص على الفئة القهرة لفترات طويلة جدا 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 المصري اليوم في الصفحة الأولى موسى باب العودة السياسية مفتوح للإخوان إذا قبلوا الدستور والله ما فيش جديد في تصريحات سيد عمر موسى يعني أي فصيل فصيل إخوان بالتحديد إذا قرر أنه يعود إلى صف الوطن واللي يترك الممارسات السيئة التي يقوم بها الآن بعض شبابه أعتقد أن الباب مفتوح ولا يمكن أن يكون هناك إصرار على الأقصاء فصيل قرر في لحظة أنه ينضم لوطنه وإنه يغير من فكره أنه يتجاوب حتى إذا ظل هذا الفصيل في الصفوف المعارضة يمارس معارضة بشكل جيد وبشكل لا يضر بمصالح الوطن والمواطنين الأهرام في الصفحة الأولى نبيل فهمي من الخرطوم لا توجد خلافات بين مصر والسودان ولكننا شايف وزير خرجابة حركة شكل جيد الفترة اللي فاتت موجود في دول حوض النيل وفي دول أفريقيا نحن في أمس حاجة إلى استعادة دورنا في أفريقيا وهذا دور الخارجية ودور مهم جدا وجود وزير الأسبوع اللي فاتت في أوغندا وجود وزير خارجية في السودان أعتقد أنه لا توجد خلافات بين مصر والسودان مصر والسودان كانوا دولة واحدة في يوم من الأيام ولا زالوا بيربطهم نهره وبيتربطهم علاقاته وتاريخ لا يمكن أن يحدث خلاف بين مصر والسودان كلنا بنرجو من الخارجية أنها تفاعل أداء سفراءنا في قارة أفريقيا بشكل جيد نحتضن القارة الأفريقية مرة أخرى نستفيد استفادة جيدة جدا من احتضان هذه الدول دول دي عندها فرص مصر مكتحق منها مكاسب اقتصادية جيدة جدا غير المكاسب السياسية نقدر نعمل تعاون معهم بشكل جيد نقدر نتبادل معهم تجارين بشكل جيد نصدر لهم إنتاجنا وصناعاتنا والحقيقة أخيرا هو خبر مهم جدا وهو خاص بوزارة الصحة وأعلنت الصحة أن العلاج الجديد لفيروس سي 2200 جنيه في يونيو القادم أفتكر أن هذا خبر إيجابي أيضا طبعا هو منذ الإعلان عن وجود علاج جيد لفيروس سي النوع الجيني الرابع المنتشر في مصر واللي بيمرض بحوالي 13 مليون مصري وزارة الصحة عملت مفاوضات بدأتها وزيرة الصحة السابقة وبتستكمل الآن لأنه نخفض هذا العلاج إلى هذا المبلغ اللي بيمثل حالي تقريبا 1% من قيمته وده 220 جنيه في الشهر الواحد المريض بيحتاج إلى 6 شهور علاج يعني تكلفة علاجه هتبقى 13 ألف جنيه من 186 ألف جنيه كان المفاوض يدفعهم سابقا ده شيء جيد جدا ونتمنى الشفى لكل الناس يارب يارب الكتب الصحب الصزريدي الشرقاوي بنسعد بلقاء حضرتك مشكورك مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نستكمل فقراتنا خليكم معنا شكرا